تداولت صحف تركية تقارير متعددة عن محاولة انقلاب تجرى في قطر ذكرت أن هناك اشتباكات عنيفة وقعت في العاصمة الدوحة موقع تركيا الآن نقل عن الصحف التركية بأنه قد سمعت طلقات نارية واشتباكات عنيفة في الصباح الباكر في منطقة الوكرة بالدوحة لافتة إلى أن أمير قطر شيخ تميم بن حمد الثاني استهدف مباشرة فيما ردت المخابرات القطرية على مخطط الانقلاب كشفت صحف مقربة من الرئيس التركية أن مسؤولا قطريا حاول اقتحام قصر تميم بن حمد والانقلاب عليها ذلك قبل أن يقتله ضابط تركيا لافتة إلى أن هناك حملة اعتقالة تجرى حاليا وأنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة في مناطق النزاع وأن قوات الشرطة ذهمت النقاط التي ارتبطت بمخطط الانقلاب ناشطون رجحوا أن يكون الانقلاب بسبب أوامر تميم بالتحقيق مع شركة حمد بن جاسم بعد انهيار مستجفى في الدوحة قبل أيام